قدم اليوم المقرر العام للينة الرقابة البرلمانية المكلفة بالنظام التربوي التادي والسياسة الوطنية للشباب جيدينغار جندي قدم حديثا صعفيا أطلق من خلاله رسميا مشاطات الرقابة بعد ثلاثة أشهر من التحاليل والعمل على المستوى المركزي مع المجموعة المكلفة بالإدارة والنظم التربوية قررت البعثة على إرسال لجنة ميدانية داخل الأراضي الوطنية لتقص الحقائق للمدرسة الشادية ومعرفة الجوانب الفنية وتدريب المتخصصين وأن على كل البعثات العليا سلطات التربوية والمندوبيات والمفتشين التربويين ورؤساء المؤسسات مساهمة إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وأولياء أمور التلاميذ المنظمات غير الحكومية العمل بالتنسيق التام لتقليل حجم المسئولية وذلك عبر زيارة بعض المؤسسات التعليمية ناء العمل في مواقعهم والعمل على تسجيل الأسئلة الموجهة للمدرسة وأيضا قبول كل المساهمات والمشاركات للمختصين والمفكرين المحليين مثل السلطات الإدارية والتقليدية والدينية وأولياء أمور التلاميذ ونقابة المعلمين منظمات غير الحكومية معالجة مختلف النقاط في إطار إنشاء المدرسة أو الثانوية أو المدرسة المهنية أو الجامعة وسيتم معالجة مشكلاتها حسب الجدول المعد إضافة إلى الأسئلة وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة والحصول على تقرير من كل بعثة أو لجنة لتقص الحقائق لتضاف إلى مقررات اللجنة الرقابية البرلمانية نظمت الرقابة التربوية للتدريب والعمل التابعة لللينة التربوية ورشة تهدف إلى المصادقة على الحصيلة السنوية حول سوق العمل في جاد حسن جدة أمور جاهد ورشة المصادقة على الحصيلة السنوية الإخبارية حول سوق العمل في جاد بهدف أرض نتائج العمال التي قامت بها الرقابة التربوية للتدريب والعمل للعام 2016 وعلى حسب التقرير الصادر من الرقابة من بين الـ 10455 الذين تقدموا للوظيفة تم توظيف 2006 منهم بنسبة وصلت إلى 72.5% وقد وصلت نسبة الزكور في هذا التقرير إلى 80% والعشرين المتباقية للعنصر النسائي كما جاء في نفس التقرير أن 2% من الأشخاص الذين تم توظيفهم في العام 2016 لا يملكون شهادات رسمية وتسعة فاصل عربة آخرين حاملين لشهادات تحت شهادة البكالورية إلى جانب حاملية الشهادات الثانوية الذين وصلت نسبة توظيفهم إلى 31% والليسانس 22.8% وأخيرا النسبة الأدنى التي حظي بها حاملي شهادة الدكتوراه وهي 4.2% وقد جاء في الخطابة الوحيدة الذي قدمه الأمين التنفيذي للجنة التربوية من أجل الوصول إلى العمل حربة خميس أن الرقابة تعمل أن يصل هذا التقرير إلى أيدي صناء القرار لاستخدام بيانات الاتصال المعمول بها في سوق العمل وأخصص هذا التقرير للتدريبات والتأحيلات المهنية وإنشاء المؤسسات كما أن نتائجه مشجعة في حالة وقوئها على عيد صناء القرار نظم الوذارة الري والإنتاج والمعدات الزراعية ورشة تدريبية حول عطاء النظر وتقييم النفقات للحكومية الموجهة لقطاع الزراعي في تالي عام 2016 المناسبة رأسها الأمين العام للوذارة بحضور عدد من الخبراء والفني التقرير محمد آدم يعد الزراع من الأشياء التي تلعب دورا كبيرا في تنمية أي بلد من بلدان العالم ذلك من خلال استثمارها في القطاعات الزراعية والحكومة الشادية تسعى دوما في سبيل تنمية القطاع الزراعي من أجل رفاهية الشعب ومكافحة الفقر حول هذا نظمت وزارة الزراع بالتنسيق مع منظمة الأغزية وزراع ورشة حول إعطاء نظرة وتقييم النفقات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي في تالي عام 2016 بهدف تكثيف الجهود في القطاع الزراعي وتزيد الفرص الاستثمارية وتقليل البطالة ورشة الحيوية كثروة الحيوانية والزراعة وأن الحكومة الشادية كذلك تعمل قصار جهدها لاستغلال الأراضي الشادية الخاصبة في سبيل تنمية القطاع الزراعي والجدير بالذكر أن الخطة الوطنية لأم 2017 إلى 2021 تعطى أولوية قصوى لمجالي الزراعة والثروة الحيوانية وأن الورشة تستنبط أهميتها في سبيل وضع خطة تنموية زراعية ذات أهداف وغايات واضحة لإنجاح المشاريع التنموية الزراعية في البلآد وإتخاذ القرارات التي تدفع العجلة التنموية لا سيما في القطاع الزراعي رأس المدير العام للضرائب ودارة المالية والميزانية أعمال فتاح اليوم الإخباري حول مذاولة مهنة المحاسبة الحرة محمد حسن آدم والمزيد من التفاصيل اليوم الإخباري الذي جاء بمبادرة من النظام الوطني لمهنية المحاسبة بشاد يهدف إلى التفاكر والتباهس حول شروط مزاولة مهنة المحاسبة الحرة وفقا للنظم القانونية المعمول بها في الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية والنقضية لإفريقيا المركزية السيماك حيث بدأت المناسبة بكلمة رئيس النظام الوطني لمهني المحاسبة بشادة والذي قدم شرحا مفصلا لنشاطات مؤسسته وما قدمته من أعمال في مجال مراجعة وتقييم حسابات الشركات والمنظمات كما تداخل بأد من الخبراء والذين أشاروا إلى أن شروط مزاولة مهنة المحاسبة الحرة تتطلب احترام المعايير الإقليمية والدولية وكذا احترام القوائد المهنية المعتمدة لدى النظام الوطني للمحاسبة والتي وافقت عليها سلطات العليا بالبلاد المدير العام للضرائب بوزارة المالية والميزانية جاسران غارتيغال سانغار أشاد بهذه البادرة التي تسهم في تعزيز عمل قبراء المحاسبة الحرة كما طلب من المشاركين تبادل الآراء والأفكار الهادفة التي تسمح بالتسيير الأمسل للاستشارة المحاسبية والقضائية والتدقيق الحسابات هذا وقد اختتمت المناسبة بتقديم أسئلة واستفسارات حول موضوع هذا اليوم الإخباري وأجاب عليها أعضاء النظام الوطني لمهنية المحاسبة بشادة بشفافية ووضوح عقدت نقابة المتقاعدين متمرها العديد حيث يناقش المتمر العديد من القضايا التي تهم المتقاعدين في حياتهم الاجتماعية وكذا التحديات التي تواجهون بسبب دفع متأخرات رواتبهم ومواضيع أخرى ذات صلة بالمتقاعدين أحمد خميث جمعة والمزيد من التفاصيل من أجل تفعيل أداء مكتب المتقاعدين في البحث عن قضاياهم الحياتية كان ذلك هو هدف إنعقاد المؤتمر العادي للمتقاعدين وسط حجد كبير من المنتسبين فبعد يومين من المناقشة الجادة خلص المؤتمرون بتوصيات وقرارات يطالبون خلالها من الأعضاء التضامن والتكاتف بغية الحصول على حقوقهم بانتظام ومن الحكومة ضرورة إجراء إصلاحات في المكتب الوطني للمتقاعدين الشاديين وكذلك تعيين متقاعدا في منصبي النائب للمدير العام في المكتب المذكور وتحديد يوم خاص للاحتفال بدور المتقاعد الشادي ويطلب المتقاعدون من الشركاء وضع آلية لمساعدة المتقاعدين في الحصول على مستحقاتهم دون صعوبة كما رفعوا برقية شكر إلى الحكومة لاهتمامها بالمتقاعدين ودفعها مؤخرا حقوقهم بصورة منتظمة الأمين العام لمكتب المتقاعدين جانب تيسلو كولي قدم الشكر للمتقاعدين القادمين من الأقاليم والداخل لتكبدهم المشاكل ذكرا إياهم بأن الجهود التي بذلوها في خدمة الوطن ستكون خالدة في سجل الوطن مطالبا منهم الصبر والمثابرة والوحدة في نيل مستحقاتهم المشروعة ومتمنيا عودة حميدة إلى المناديب الذين قدموا من مختلف الأقاليم للتذكير فقد جدد الأعضاء المتقاعدين الثقة للأمين العام السابق للمكتب جانب تيسلو كولي في حين أن نائبه قدم استقالته لمخالفات في اللائحة الداخلية للنقابة حسب قوله